دور جولة وتنتهي ونتعرف عن نتائج متاحها لكن برش عباد ما يعرفوش اللي جولة هذيكة تلعبت في الوقت المعين وفي اليوم المعين بصراحة ماذا يحصل في كورة القدم التونسية في الفترة الحالية وذا يا سيدك من شأنه بشي يأثر على المستوى الفني متاع كورة القدم وقت اللي اليوم تعرف اللي جولة قبل الأخيرة في المرحلة الأولى بتاع البطولة الوطنية ثمانية مقابلات فيهم ثلاثة أهداف يعني ما يزيش نقل تلفزي هي بنقل تلفزي نشوفه في مقابلات على قناة الكأس القطارية زوز مقابلات تقاعدين تعديو ومستوى فني يعني ضعيف متواضع يعني ديك معناها تصريح يومية نسمع فيها من حكام كالك سوا سابقين وإلا غادروا المنظومة توا كالك سوا من مسؤولين شوفنا استقالة الحكم محمد شعبين يعني شوفوا حتى لهجة ولا تحدى من المسؤولين يعني جمهور ولا ما عادش معناها يتحكم فيه عودة شبهة الريهان الرياضي يعني تسريبات اللي نسمع فيه تسريب متاع أحد الحكمات مع أحد الناس اللي يتعين في المقابلات غياب الدعم المالي للجمعيات تشوف شي نشوفه فيه مقابلة معناه بين قرقنا وجبنيانا حارب أهلية ناس تشاهد ناس تشاهد عقرب ومحيط قرقنا يعني ناس تشاهد تشوف فيه فريق معناها ملعب التونسي ونجم الساحلي فرق كبار وعريقها فريق الملعب التونسي للمرة الثانية فيه ثرف تقريب ثلاثة سنين يعني تم إيقاف مقابلة له في مرقب الهدينيفل يعني مشي أول مرة أن الملعب التونسي تم إيقاف المقابلة يعني وقفت مقابلته عام 2019 بحضور جمهور الفريق المحلي خلينا تقولك سي شوف نحن بحضور جمهور الفريق المحلية يعني قتلك الملعب التونسي عام 2019 يعني إيقاف مقابلته ضد النجم الساحلي من طرف الحكام وليد الجريدي الجريدي تقريب معناها التاريخ يعيد ونفسه عودة سامحني سي شكري عودة المطالبة بالتحكيم الأجنبي في البطولة التونسية تخلى التحكيم الأجنبي سيش ربما التعيينيات كانت منطرف المكتب الجامعة والإدارة الوطنية للتحكيم هي اللي تعاين حكم لكن تو وصلنا لمرحلة الفرقية اللي طالب فرقية اللي تطلب وجاء كل شيء أسف يعني يوصلنا للمواصل لحقيقة معناها واحد كورة القدم التونسية بل حقا تهون عليه توصل للمواصل كما هي سيد فما حاجة أخرى فما ترقيم ولا أو البطولة التونسية أصبحت في مرتبات ثامية على المستوى تقريب العربي والإفريقي إذا هل يوليت في مرتبات ثانية الثامنة 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 يعني البطولة التونسية هذي كله يعني تداعيات متاع وضع سيء وهذا من شأنه باش يأثر كما قطلك على مستوى الكورة في تونس وهل المستوى متواضع فرقية أنا معناها قلبي على الفرقة التونسية نش تدخل غمار كؤس الأفريقية كما تحد المونستيري والتراجر هذه التونسي يلقى روحهم بلاش ملعب إمكانية يمشي يلعب في عنابة عبعث مراسلة يعني ملعب عنابة في تزاير على أساس يحتضل مقابلة بتاعه لا لي شيء لأنه ما تصورسي شكر بوليميكا أما في علاقة بالسعر اللي طلبته إدارة الوطن روح مجرد مجرد التفكير والتلميح اللي تيجي الملعب متاع دا معناها دولة أجنبية في حد ذات وفضيحة فضيحة يعني دولة قيمة الذات بدربوها بهاية كلها بالرياضة بتاعها وصلت للسارتام ونيفون مستوى معين هذي كله يخلي مجرد التفكير سريداء معناها بيش تلعب في دولة معناها قريبة لنا هو في حد ذات وحتى حتى التفكير هي فضيحة حسب رأيك به قبل ما نمشي لسريداء العلويني وانت حكيت أنه المشهد ذايا والصور وما يحصل في بطولتنا بيش يأثر على مستوى الفنية ومعنا معد بدني مجدي البرجوي نحكيه على الأمور الفنية الأمور يعني الضغط العالي والأطراف وما إلى ذلك من الجمل التكتيكية اللي نسمعوها من خلال المحلين لكن بصراحة مجدي بطولة تونسية لا تسوق لاعبين لا يحترفوا فيها لاعبين معناتها في مستوى عالي حبينا ولا كرهنا في رق عندها تقاليد كبيرة كما كان يحكي سيشكري تعيش أزمات مادية ممنوعة من الانتدابات يعني بصراحة ماذا يحصل على المستوى الفني تراجع رهيب لكورة القدم التونسية في علاقة بما يدار وبما يحيط ببطولتنا في الفترة الأخيرة مجدي كلامك صحيح سيد بش نبدأ بالنقطة الولانية أول حاجة في البطولة البطولة الوحيدة اللي في العالم ما تعرش وقت يشتبض وقت يشتوف يعني في البرمجة كي تدخل أنت حتى في تشتوف البطولات في العالم تعرف الماتشوات وقت يش وقت يشتبض البطولة قديش من جامعية اكسترا بالنسبة لتونس البطولة ما نعرفوش وقت يشتوف أنت كمدرب وسط نريد كبيرة قد يشتوف اللي بطولة لم يكن لدينا أيضا بشري كبير لم يكن لدينا أيضا لم يكن لدينا الاسترجاع لعبت لكل الأوقات مشكلة شكرا للمشاهدة اسمه مدرب الملعب التونسي أخرجي تشكي قرر معني عمري مخدمت في دي كونديسيون كما هكذا تعمل بريباراتيون فيزيك تروى دو موات تبدأ تحضر في جامعية متاعك تلعب دو ماتش ترتاح دو موات معنيها علميا علميا متنجمشي تتأقلم معه واضح يا سيد هذا على مستوى تحضير اللاعبين بش يلعبوا نسق بطول نحن نحكيه فيه نسق في بطولة أو الثاني حاجة الثاني حاجة من فما حتى بطولة في العالم تلعب دو بول ثم بطولة لتكافأ الفرص للأنديل كلها تلعب الميني شامبيونات اللي تعودنا بها في المواسم الأخيرة أمرنا ملي ناسي شكري في حتى بلاد في العالم ما عندهم كان تلقاها كان في الدرجة الثانية ولا في الدرجة الثالثة نحن نحكيه على درجة ممتازة درجة ممتازة يعني الأنديل كل تكون كيف كيف تتنفس مع بعضها تتنفس مع بعضها باش نعرفوا البطل اللي شكون وباش نعرفوا اللي مش يسقط شكون المصداقية أخويا سيد المصداقية ضربت كل في كل توا بريسك كل بعد كل جورنيات تلعب تخرج جماعة تتشكة من التحكيم الجماعة اللي فاتت كانت هي مظلومة جماعة ذات ولي هي تقولي هي تشكة تستفيد من التحكيم وانا رجيش طاحت براتيك مو تحت وهذه جماعية اللي حاية حط على جنب سيريضاء حتى على مستوى النسقة ميكروس سيريضاء معناها حتى على مستوى النسقة لو نحن بطولتنا تبدأ بالتاريخ هذاك وتعرف أنت الرصيد البشري والوضع المادي تاع الأندية والرصيد البشري ضعيف كل الفرق ثم من بعد تلعب ثلاثة مقابلات تقريبا إذا كان نزوز ثلاثة مقابلات في الأسبوع معناها ما تتحملش الأندية لا ماديا تتحمل لا على مستوى الرصيد البشري وإصابات وعقوبات والذي صاير توا في الملاعب يخلي الأندية تتحمل هذي قلة ذي كبير وهل برنامج الغالط متاع الرابطة ولا متاع الجامعة وتأكيدا لكلامك سيريضاء الرابطة المحترفة الثانية تقريبا شهرين ما بين مرحلة الذهاب والإياب راح على الفرق والجامعيات يخلصوا المستحقات وما إلى ذلك معناتها ملاعبية تقعد تتدرب وتلعب مقابلات ودية وإلا تلعب الكأس إذا هي كادت مترشحة ورب يعمل دليل لمرحلة الأيام يبش تنطلق إيام تسعة مارس القادم لا يا سيد وفي أكثر الجامعيات الكل تقرروا أن تنطلق مع بعضها وليس يكملون نهار ثمانية فيفري نهار الأربع الجيه يصلع لا يعمل وجامعيات لا تقعد الماء يعني هنا مبدأ تكافئ الفرص وين هو يعني يطاح ثمانية فيفري يصلع سكر المحل وفهم عقود على العبيد وعقود على العبيد وفيما فيه رق أخرى ليس يتكمل مرحلة التتوييج فيما تقريب ثلاثة مقابلات ذهاب ثلاثة مقابلات إيام يعني بالستة مقابلات أخرين والفراق الأخرى اللي يطاحت ليس ترتاح من شهر فيفري هذا يعني من حد فيه مهنا في حد ذاته يعني ما غفم بيش تكافئ فرص هذا ملاعبي في فريق معناها كما أقول مثال نادي الأفريق والترجي والتسفيقس والنجب الساحل ليس تعدى المرحلة التتوييج ليس يخرج موسمه يمكن بـ 22-24 مقابلة وهذا ملاعبي في الرجيش يخرج موسمه بـ 12 مقابلة تقريبا هذا معناها ما فهماش عدالة على مستوى يعني حتى في فرق هذين ما فهماش عدالة شيئا أخرى سياسا قص بك سيريدا لا تنسىش مثلا رجيج طاحت وما زلت معناة بالكيس يعني تكمل ويلعب وما نحنا نعرف يلعب ومش تلعب ولعب أن يقوم ما سيرجع ولعب الربط المحتر المحتر فالول يعني رجيج تصلع بإضافة جمعية أخرى في العبارة ويقعد ونحن نرعب نهار 15 فيفري نهار 8 فيفري يعني البطولة التوفى نهار 15 فيفري نهار 16 اي وكي تترشح سيشك وكي تترشح تقع 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 في الكاس وفي البطولة وفي المشوار التاع باي في نفس الإطار هذي سمحني سيريدا خليني نذكر باعتبار انه نتائج مهمة بالنسبة لجولة اليوم في الرابطة المحترفة لولا الملعب التونسي يصبح متقدم على نادي البنزارتي في ملعب 15 اكتوبر بالذات 2 مقابل 1 والضرب الجزائي تحصل عليها الملعب التونسي سجلها هيثم الجويني ونذكر انه الملعب التونسي كان طالب بتاقم تحكيم اجنبي وتم تعيين حكم مصري لادارة المباراة هذي الترجي متقدم على اتحاط طوين في المجموعة لولا 2 مقابل سفر 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 في بوعليل احوار بين حمام سوسا والنيدي السفقسي ونفس انتيجة في زويتن بيل هلال الشابة والنجم الساحلي بالنسبة للمجموعة الثانية سفر سفر في 62 دقيقة بين النيدي الافريقي ومستقبل الجيش الاتحاد المونستيري يصبح منهزم ومتأخر في انتيجة على ارضية ميدان وامام اتحاد بن جردان هدف مقابل سفر مستقبل اسليمان متعادل مع اولمبيك سيدي بوزيد بنفس انتيجة ونجم المتلوي يصبح متقدم على الولمبي البيجي هدف مقابل سفر هدوما النتائج السرذاء العنويني انكمل مع الفكرة اللي حبيت تكمل هنا شوف سيد الوضع روكير يثي معاتش فيما حديث اذا كان فيما كلمة اخرى معناها تعبر على الازمة الاختيرة اللي تمر بها الكورت القدم التونسية شيرا ومش معقول ممكن حتى كانوا نقولوا ليوم نقفوا دقيقة صمت على كورت القدم التونسية لا على مستوى التحكيم لا على مستوى البرمجة لا على مستوى الثيقة في الهيكل الرياضية على مستوى التسيير على مستوى معناها نشوف الملاعب العنف والفوضى ومعني ازامات يعني مختلف الملاعب والنتاج والبنية التحتية والتجهيزات الملاعبية معناها ناس لا عادش فيما كورة لا عادش عنها رياضة في تونس ومشوا فاهمين اللي انا رأوه ومشني مصدق انا كيفياش مسؤولين مزالوا ومشتفين بالكريسين ويحبوا يسيروا ومفهم شي ويشوفوا في الدنيا زاهية والدنيا منورة وكل شي ووقت اللي معناها مشتيح لرواح في الملاعب راو مش نعرف البلايو في البلايوت كيف شنو مش يصير فيه يعني نحن نزلنا في المرحلة لولي يعني نحن نتدبع يلزم معناها جولة كاملة حكام اجل ويلزم معناها امور تنظيمية وامنية وهو وجعل ليش تتسلك رأي هذه منظومة كاملة منظومة فازدة منظومة فازدة يلزمها تمشي على الروحة لكن كيفياش مش تمشي على الروحة هذا سؤال معناها نخليه للناس اللي قاعدة تسير والناس اللي قاعدة مسكة بزمام الامور يعني في الدول اكيد جدا انه هي في الحقيقة مختلف المكونات للمشهد الرياضي في تونس تتحمل المسئولية بما فيها الانديا اللي بدورها تصادق في كل تنقيح للقوانين وتعطي كلمتها للمكتب الجامعي في كل مرة وتتحمل المسئولية امتاحها وبعض سي شكر يكيد تعرف يخرجوا معناتها ويبدوا ينقدوا ويبدوا ربما يتشكوا من بعض المواضيع اللي بصراحة تسيل الحبر ولهنية بصراحة نحكيه على عدم تكافى الفرص بين الفرق التونسية على كل حال هذا هو المشهد الرياضي في تونس مواصلين نحديثنا على بطولة الرابط المحترفة الاولى لكورة القدم نرفع الحضاراتكم اذن صليطة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جوارهم بعد مواصلين مشوارنا في استاد الحياة اشتركوا في القناة